تقرير حقوقي يكشف عن جحيم الانتهاكات في أخطر المعتقلات التي تديرها ميليشيا الحوثي في اليمن سجن الصالح المعتقل الأكثر بشاعة في سلسلة المعتقلات التي تديرها ميليشيا الحوثي الطائفية منذ ستة أعوام في مناطق سلطرتها بشمال البلاد يحتل هذا السجن الذي بات يعرف ببسيل اليمن عشرين مبنى من بين ثلاثة وثمانين مبنى تتكون منها المدينة التي تحمل اسم الرجل غير الصالح في منطقة الحوبان الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة تعز وثقت منظمة سام التي اتخذ من مدينة جينيف مقرا لها في أول وأهم التقارير التي تضيء على هذا السجن الرهيب جانبا من التعذيب الجسدي والنفسي والمعامل القاسية والانتهاكات التي حملت سمات التمييز الطائفي والمناطق بحق المئات من السجناء الذين انتهى بهم المطاف إلى هذا السجن وقضوا فيه أوقات صعبة وخرجوا منه موتى أو معاقين أو مدمرين نفسيا فيما لا يزال المئات قابعين فيه في ظل المستوى ذاته من الممارسات القمعية والانتهاكات التي تفوق كل التصورات صنفت منظمة سام في تقريرها الصادر في العاشر من هذا الشهر سجن الصالح كأخطر السجون التي تديرها ميليشيا الحوثي وأطلقت عليه وصف باسيل اليمن بالقياس إلى سجن باسيل الرهيب في باريس الذي أسقطته الثورة الفرنسية في ثمانينيات القرن الثامن عشر يتكون السجن من خمسة أقسام وفقا للتصنيفات الأمنية التي وضعتها ميليشيا الحوثي الطائفية حيث يتوزع السجناء على تهم تتعلق بالأمن القومي أو الأمن الوقائي أو الأمن أو العسكري أو غيره من الاتهامات 27 سجينا هم العينة التي ركز تقرير منظمة سام عليها للكشف عن طبيعة الممارسات والانتهاكات السائدة في هذا السجن كشف من خلالها السجناء مما بقوا على قيد الحياة عن صور مأساوية عن معاناتهم وأساليب اعتقالهم وسجنهم واستجوابهم وأدوات التعذيب التي استخدمت الانتزاع الاعترافات منهم روى هؤلاء المعتقلون قصصا مؤلمة عن الأعراض الجانبية لاعتقالهم والتي انعكست على الأوضاع النفسية لذويهم وتعرضهم للابتزاز المالي المنهك والأسوأ من ذلك كله أن بعض عمليات الاعتقالات تمت بطريقة قاسية أمام مرأة ومسمع من ذوي المعتقلين وخصوصا الأطفال والنساء كشفت إفادات المعتقلين عن الأجندة التي تتبنها الميليشيا باعتبارها جزء من مشروع الثورة المضادة التي ضربت المنطقة بدليل أن محقق الميليشيا يوجهون تهمة واحدة فقط للمعتقلين وهي الانتماء إلى تنظيم داعش يضاف إلى ذلك أن معظم الذين اعتقلوا وسجنوا استجوبوا وتعرضوا للتعذيب في سجن الصالح وفي معظم السجون الأخرى التابعة للميليشيا ينتمي لشريحة سياسية بعينها على نحو يكشف التخادم أو التشابه على الأقل مع الجزء الإقليمي الإماراتي من الثورة المضادة الذي أعلن عن طبيعة حربه في اليمن دون مواربة